نبقى لازم نكون دقيقين ماذا كان هدف العملية عشان جنرالات المقاهي واساطين الانترنت قالوا ان هدف العملية كان الاشتباك مع هذين لا هدف العملية كان نمر واحد التعرف على مكان موقع هذه القوة وقياس عددها وتسلحها ثم بعد ذلك بعد هذه المهمة الاستطلاعية يتم تشكيل قوة قتال من الشرطة وممكن يكون معها قوات ايضا من الجيش من اجل تنفيذ عملية القضاء على هذه المجموعة اذا لما حد يجي يقولك هم ليه ما كانوش جاهزين هو كان التشكيل من اجل التعرف على الموقع واستطلاع العملية هتقولي طب لما قوات بتطلع بهذا الشكل ما بتكونش مجهزة للقتال ايوة بيكون مجهزة للقتال للدفاع عن نفسها لكن ما كانش من منظور ان هي عملية ايجابية يعني الهجوم يبدأ من عندهم الان كان ده وفد او مجموعة مقدمة تأتي للاستطلاع الموقع ومعرفة تسلحهم والتأكد من وجودهم قامت من خلال وجود المعلومات المتوفرة عندهم من خلال قصاصي الاسر من خلال مرشدين موجودين انهم يعرفوا بالضبط اين يوجد هذا المكان حينما وصلوا الى كيلو 135 من الوحات وفي منطقة من الناحية الجغرافية منخفضة منخفضة تبين او علم التنظيم الارهابي والمجموعة الارهابية اللي هي كانت حوالي 16 واحد هما كانوا حطين ناس على تبة فوق بيرأبوا المكان القوات القوات بتاعت الشرطة كانت في مكان منخفض والتبة عليها كده اظن واضح الف باء اي عملية امنية او عسكرية ان من يحكم او يتحكم في الموقع الاعلى يتحكم بقوة في الوضع الاستراتيجي او في القتال يعني القوات اللي بتكون تحت بتكون في مكان قتل والقوات اللي موجودة فوق هي عندها الغلبة او اليد العليا في عملية تبادل اطلاق النار او العملية العسكرية اللي بتحصل ولما في حد بيكون بيضرب نار من تحت الفوق غير لما يكون حد بيضرب نار من فوق لتحت هناما حدث التقدم للقوات والغبرة التي تحدثها قول السيارات استطاعت مجموعة المرأبة لعند الارهابيين ان هي تشوف هذه الجلبة وهي جاية فترصد وصول القوات القائد بتاحهم الاسم الشيخ حاتم وهو ضابط مصري سابق اسمه عماد الدين عبد الحميد اعطى الاوامر بترك القوات تدخل حتى نقطة اقتراب 150 متر عشان يكون في مرمى الاسلحة بتاعته وحدث الاشتباك وحدثت العملية نتيجة هذا القتال من الارهابيين قتل وجرح اتنين ووقعت حالات استشهاد لابطال الشرطة وجرح البعض واسرة النقيب محمد الحيز اشتركوا في القناة